إذن عنواننا هو هذا لعبة إبليس في التحريف الديني والتزييف العقائدي حولت الدين إلى مهزلة وجعلت من المتدينين به مسخرة سأأخذ نماذج وأستعرضها وأتحدث عنها بين أيديكم كي نعرف الحقيقة من جهة وكي نعتبر ونتعظ إذا كنا قادرين على الاعتبار والاتعاب أبدأ من العنوان الأول الدروس العقيدة الدرزية في الحقيقة لم يكن في بالي أن أتحدث عن العقيدة الدرزية الذي كنت أخطط له مسبقا أني سأتحدث عن النصيريين لماذا أتحدث عن النصيريين؟ لما للنصيرية من تأثير واضح في الوسط الشيعي؟ وهذا الأمر بحسب متابعة للواقع الشيعي بدأ منذ ثمانينات القرن الماضي ومنذ بداية الثمانينات أخذ الفكر النصيري يتسرب إلى الواقع الشيعي في العراق في إيران في دول الخليج وفي سائر المناطق الأخرى التي يتواجد فيها الشيعة من تشر من فكر نصيري في الأوساط الشيعية العراقية على سبيل المثال أو الخليجية بعد 2003 بعد سقوط النظام البعثي لم يكن وليد تلك اللحظة الأمر بدأ منذ بداية الثمانينات كانت كانت الكتب النصيرية تنتقل من مكان إلى مكان في العراق وغير العراق ولأنها نادرة فكانوا يستنسخونها كتابة بأقلامهم الحكاية لها تفاصيلها والذين عاشوها ويسمعونني الآن يعرفون تلك التفاصيل وقد تحدثت عن النصيريين سابقا كرارا ومرارا تارة بنحو مفصل وأخرى بنحو إجمالي الذي كان في نية أن أتحدث عن النصيريين مثالا من أمثلة العنوان الذي ذكرته لكم لعبة إبليس في التحريف الديني والتزييف العقائدي المجموعة النصيرية من أوضحي مصاديق هذا العنوان لكنني عدلت إلى الدروس لماذا؟ الباعث الأول الحاح من عائلة شيعية لبنانية متدينة تعيش في أحد الدول الغربية هم الذين طلبوا مني أن لا أشير إلى أي تفاصيل تنبئ عنهم يعيشون في أحد الدول الغربية بنتهم أعجبت بشاب لبناني درزي يبدو أنه من زملائها في العمل وهو أيضا يعيش في تلك الدولة الغربية التي تعيش فيها هذه العائلة اللبنانية الشيعية وتقدم هذا الشاب الدرزي لخطبتها فصاروا في حيرة من أمرهم لماذا؟ لأنهم سألوا في لبنان من رجال الدين الشيعة عن الدروس عن العقيدة الدرزية البعض أجابهم بأنهم من المسلمين والبعض أجابهم بأنهم ليسوا من المسلمين فصاروا في حيص بيص هم وأقرباؤهم اتصلوا بي أجبتهم ولكنهم لم يكتفوا بالإجابة التلفونية ألح علي أن أتحدث عن الدروز وعن العقيدة الدرزية بصراحة المعهودة وأنا سأتحدث عن هذا الموضوع استجابة لإلحاحهم ورغبتهم الشديدة في هذا الموضوع ربما تأخرت عليهم بعض الشيء لكنه البرنامج البرنامج له عنوين البرنامج له نظام هذه الحلقة صارت فرصة مناسبة للحديث عن العقيدة الدرزية بحسب فهرست الموضوعات وتسلسل المطالب في هذا البرنامج فهذا البرنامج كتاب متلفز وأنتم تلاحظون هذا الأحاديث منظمة والموضوعات مرتبة إنني لا أتناول موضوعا من دون أن يكون جزءا من فهرست الموضوعات في هذه الكتب المتلفزة هذا الأمر الأول الأمر الثاني العقيدة الدرزية مثال نموذجي لعنواننا مثال نموذجي للعبة إبليس في التحريف الديني والتزييف العقائدي وستلاحظون من أنها مثال للتحريف بعد التحريف وللتحريف بعد تحريف التحريف صحيح أنها ليست معروفة لكنني أحدثكم عن كتبهم المخطوطة حينما كنت في إيران في الثمانينات وفي بداية التسعينات كنت أمتلك نسخاً مصورة عن كتبهم الدينية السرية المخطوطة وهذه الكتب متوفرة في نسخها المخطوطة الأصلية متوفرة في المكتبات البريطانية في خزائن المخطوطات وفي مكتبات الجامعات الكبرى هنا في بريطانيا والأمر هو هو في المكتبات الفرنسية وفي المكتبات الألمانية وفي المكتبات الهولندية أقول هذا عن علم وعن دراية ونسخ في المكتبات السورية والمصرية والتركية والإيرانية في حينها أنا حصلت على تلك الصور للنسخ المخطوطة من هذه المكتبات في السنوات الأخيرة طبعت هذه المخطوطات وأهم كتبهم كتابهم الذي قد يطلقون عليه الحكمة الشريفة أو ما هو معروف ومشهور برسائل الحكمة ولا بد أن أقول من أن النسخ المخطوطة التي كنت أمتلك صورا عنها كانت قد كتبت بخط جميل وبخط واضح جدا وكانت قد لونت بالألوان لم تكن باللون الأسود فقط ما عانيت أبدا في قراءتها لربما هي أوضح من الكتب التي تطبع طباعة حروفية هم يهتمون بهذا الأمر قطعا لا تخلو من الأخطاء الإملائية ومن الأخطاء النحوية البعض منها خطأ بشري والبعض منها خطأ مقصود إنه من جملة ترهات الفكر الباطني على سبيل المثال مثلا إنهم لا يكتبون كلمة الصدق بحرف الصاد وإنما يكتبونها بحرف السين الصدق ولا يكتبون كلمة الكذب بحرف الذال وإنما يكتبونها بحرف الدال الكذب هذا ليس خطأ أو اشتباها هذا أمر مقصود استنادا إلى ترهات باطنية مضحكة هذا هو الشأن الفرق الباطنية يذهبون بعيدا في السفاهة ويتصورون أن الحكمة في هذا وأن الدقة والعمق والحق في هذا فهذا أمر ليس خاصا بالعقيدة الدرزية فقط وإنما هو موجود في كل العقائد الباطنية على اختلاف أشكالها أكانت في أجواء المسلمين أم كانت في أجواء المسيحيين أم كانت في أجواء اليهود أم في سائر أجواء الأديان الأخرى في هذه الدنيا المنهج الباطني منهج قديم منهج موجود قبل اليهودية وقبل المسيحية وقبل الإسلام وهناك الفلاسفة الباطنيون في الحضارات القديمة أنا لا أريد أن أدخل في كل هذه التفاصيل لكنني سأحدثكم عن العقيدة الدرزية سأحدثكم عن الدروس قطعا بحدود معلومات وأنا هنا لا أريد أن أحتج على أحد لأنني إذا كنت أريد أن أحتج على أحد فلابد أن آتي بالمصادر والوثائق أنا سأعرض لكم الموضوع بحدود ما أعلم وبحدود ما وصل الطلاع إليه نذهب إلى فاصل سأبدأ معكم من شعارهم هذا هو شعار الدروس رجاء أعرض لنا النجمة الدرزية هذه هي النجمة الدرزية بألوانها الخمسة أعرض لنا صورة لبناية من بناياتهم حيث تعلو النجمة الدرزية عليها هذه بناية من بناياتهم حيث تشاهدون النجمة الدرزية التي هي شعارهم قطعا هذه الألوان لها دلالة وهي هي ألوان العلم الدرزي رجاء أن اعرضوا لنا صورة العلم الدرزي هذا هو العلم الدرزي اتركوا صورة العلم على الشاشة لأنني أريد أن أبين مضمون ألوان هذا العلم بحسب ما يعتقد الدروس اللون الأخضر يشير إلى حمزة ابن علي الزوزني أو الزوزني إنه من مدينة زوزن أو زوزن وهي من مدن خراسان تقرأ زوزن وتقرأ زوزن في ماضي الأيام وقديمها يقولون زوزن ويقولون زوزن فهذا حمزة ابن علي الزوزني أو الزوزني أما اللون الأحمر فإنه لون إسماعيل ابن محمد التميمي ذكر الأسماء يشير تسلسل ذكرهم إلى مراتبهم فحمزة هو الأول هو سيده ومن بعده يأتي إسماعيل التميمي وهذا صهر حمزة حكاية الأصهار هي هي حكاية الأصهار التي ابتلينا بها منذ زمن عثمان بن عفان حينما سلط على الأمة صهره اللعين مروان بن الحكم لعنة الله عليه وعلى أبيه فإسماعيل هذا هو صهر حمزة اللون الأصفر هذا لون محمد بن وهب القرش اللون الأزرق هذا لون سلامة ابن عبد الوهاب السامري وأما اللون الأبيض فهو لون علي ابن أحمد السموق الطائي أسألكم الآن هل في هذه الأسماء نبي من الأنبياء وصي من أوصياء الأنبياء هل في هذه الأسماء أحد من عترة النبي هل هناك من ذكر لنساء النبي لصحابة النبي لرواة الحديث عن العترة الطاهرة لشاعر شيعي معروف من شعراء العترة الطاهرة لرمز من رموز أهل البيت في الوسط الشيعي هذه الأسماء هي الأسماء المقدسة عند الدروس وهؤلاء هم الذين يصطلحون عليهم الحدود يعني إلى هنا وانتهينا هؤلاء هم الحدود الحد الأول حمزة الزوزني والحد الثاني إسماعيل التميمي والحد الثالث محمد القرشي والحد الرابع سلامة السامري والحد الخامس علي السموقي من هنا تستطيعون أن تأحرف أن القوم يدينونه بدين خاص بهم قطعا إذا أردت أن أدخل في كل التفاصيل فهذا سيحتاج إلى وقت طويل لكنني سأوجز لكم الكلام بقدر ما أستطيع أولا هذه التسمية من أين جاءتهم الدروز العقيدة الدرزية تأريخيا يعتبر محمد ابن إسماعيل الدرزي أو الدرزي هو أول شخص في زمان الدولة الفاطمية وتحديدا في زمان الحاكم بأمر الله الفاطمي إنه الخليفة الفاطمي المعروف هو أول من طرح العقيدة التي تعرف الآن بالعقيدة الدرزية نسبت إليه فهو محمد ابن إسماعيل الدرزي أو الدرزي هكذا يذكر في كتب التأريخ وربما الأصل في الكلمة ترزي يعني خياط باللغة الفارسية فالرجل تركي وأصله من بخارة فهو تركي وأصله من بخارة وهذا نسبه الدرزي الدرزي مع أنهم يتبرؤون منه ويلعنونه لماذا؟ لأن حمزة الذي هو سيدهم الأصل يلعنه مع أن الدرزي هذا كان من تلامذة حمزة وتعلم العقيدة الباطنية عنده لكنه أراد أن يتزعم بها فأعلنها قبل أن يتحدث عنها أستاذه حمزة ومن هنا فإن العقيدة نسبت إليه مع أنهم يلعنونه ولا يحبونه ويبغضونه ويتبرؤون منه هذا هو المعروف في التعريخ هناك أقوال أخرى قلت لكم أنا لا أريد أن أخوض في كل التفاصيل فأصل التسمية نشأ من هنا نسبة إلى أول متحدث تحدث بالعقيدة الباطنية التي عرفت بعد ذلك بالعقيدة الدرزية في كتب التعريخ قيل عنها العقيدة الدرزية لأنه هو محمد ابن إسماعيل الدرزي فيقال عنها العقيدة الدرزية ولكن بعد ذلك عرفت بالعقيدة الدرزية وسميت في مقطع من الزمان بالعقيدة الحاكمية نسبة إلى الخليفة الفاطم الحاكم بأمر الله لماذا قيل لها الحاكمية لأن عقيدتهم تدور حول هذا الخليفة وسيأتي بيان عقيدتهم بحسب تسلسل الحديث في هذه الحلقة هم ليسوا كثيرين مقراتهم الرئيسة ما بين سوريا ولبنان قد يتواجدون بأعداد قليلة في فلسطين في الأردن أو في الدول الغربية في بلاد المهجر لكن المقر الرئيس لهم سوريا ولبنان السؤال هنا هل هم مسلمون الجواب كلا لا علاقة لهم بالإسلام لا من قريب ولا من بعيد وما يظهرونه في المحافل من الإسلام هو مقدار الشهادتين وليس يوجد أكثر من ذلك ويتشهدون بالشهادتين تقية فهم فرقة باطنية وباطنية جدا والفرق الباطنية دينها الكذب دينها الكذب تحت عنوان التقية لأن الأديان الباطنية لا تنسجم مع الفطرة ولا تأتي موافقة للمنطق السليم ولذا هم يخفونها يخفونها بعنوان أن الآخرين لا يستطيعون إدراكها ولذا يستعملون التقية والتقية الشديدة جدا فكل ما يسمع من الدروز من أنهم على الإسلام أو أنهم يعتقدون بالإسلام هذا كذب محط الدروز لا علاقة لهم بالإسلام لا من قريب ولا من بعيد الدروز في العقود المتأخرة أخذوا يقولون علنا حينما يسألون هل أنتم مسلمون يقولون نحن موحدون نحن الموحدون وديننا دين التوحيد وهم يعتقدون أنه لا يوجد توحيد في العالم كله إلا في عقيدتهم وفي دينهم وهذا شأن كل الأديان هذه ما هي بحالة خاصة بالدروز نحن نعتقد بصحة ديننا الدروز يعتقدون بذلك وكل مجموعة تعتقد بصحة دينها وبضلال الآخرين هذه قضية موجودة في كل الأديان وكل المعتقدات الدينية فهذا ما هو بشيء غريب بالنسبة للدروز حالهم حال الباقين كحالنا وحال غيرنا كل المتدينين في العالم على هذا المسار وعلى هذا الذوق فدينهم دين التوحيد كما يقولون وهم الموحدون الخالصون والمخلصون أما بقية الناس على اختلاف مشاربها وأذواقها وتباين أديانها فهم لا يعرفون شيئا من التوحيد ولذا فإن الدروز ما هم بمسلمين وهذا أمر أكيد ومؤكد كتبهم تقول بهذا الدروز يرفضون الإسلام رفضا قاطعا جملة وتفصيلا بل هناك الأكثر من هذا وسيأتينا سيأتينا الكلام أتمنى أن أجمل الكلام في هذه الحلقة لأنني لا أريد أن أطيل الحديث عنه فليس للدروز من تأثير واضح في واقعنا الشيعي البرنامج برنامج مخصوص للواقع الشيعي إنها صولة القمر في مواجهة الزيف كله والدجل كله والضلال كله في واقعنا الشيعي الديني لذا لا شأن لي بالآخرين فإذا ما تحدثت عنهم أو تعرضت لعقائدهم وأفكارهم لأن الأمر يرتبط بموضوع البرنامج نذهب إلى فاصل الحكاية معقدة وسأحاول أن أسهلها عليكم بقدر ما أستطيع سأبدأ من البداية أعود بكم إلى أيام إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الإمام من بعده ولده موسى وهذا أمر واضح لدينا هنا اشتغل إبليس على جمع من صحابة إمامنا الصادق وأقنعهم أن إسماعيل ابن الإمام الصادق هو الإمام من بعده من بعد الإمام الصادق وهذا الموضوع فيه تفصيل كثير هناك الكثير من الملابسات في هذا الموضوع البرنامج ليس مخصصا للحديث عن هذا إنما أردت أن أبين لكم كيف يكون التحريف بعد التحريف إسماعيل ابن الإمام الصادق توفي في حيات إمامنا الصادق وحكاية وفاته معروفة وإمامنا الصادق أصر على أصحابه في الحضور وأن يكونوا شاهدين لتغسيله وتكفينه وتشييعه ودفنه حكاية مفصلة إسماعيل توفي في حياة إمامنا الصادق وهو الذي أشرف على تجهيزه ودفنه وبمحضر كبار أصحاب إمامنا الصادق لكنهم بعد ذلك رجعوا وقالوا من أن الأمر الذي صار أمام أعيننا كان مسرحية تمثيلية فإن إسماعيل هو الإمام من بعد أبيه وهو حي لكنه غاب عن الأنظار وهو القائم المهدي أوائل نشوء الحركة الإسماعيلية الفرقة الإسماعيلية هنا بداياتها في حياة إمامنا الصادق وحينما كان إسماعيل ابن الإمام الصادق حياً مع أن الإمام الصادق صلوات الله عليه مراراً أمام صحابته كان يلوم ولده إسماعيل وما فعل هذا مطلقاً مع ولده موسى أراد أن يبين لأصحابه من أن إسماعيل ما هو بمعصوب الموضوع كما قلت لكم فيه ملابسات كثيرة صحيح هناك مجموعة من الأكاذيب من أكاذيب الباطنيين حُشرت في هذا الموضوع لكننا إذا أردنا أن نقف عند الموضوع من السهولة أن نشخصها ومن السهولة أن تنقى الأحاديث بحسب ما حدثتكم عنه في برنامج هندسة العترة لحفظ الدين الكلام ليس في هذا الاتجاه وإنما أريد أن أتسلسل معكم حتى تعرفوا لعبة إبليس فبعد وفاته بعد وفات إسماعيل قالوا إنه حي وإنه الإمام القائم المهدي فحينما استشهد إمامنا الصادق صلوات الله عليه قالوا انتهت الإمامة بإسماعيل بإسماعيل هذه المجموعة هي التي يصطلح عليها في كتب الملل والنحال بالإسماعيلية الواقفة وقفت في الإمامة عند إسماعيل ولم تقل من أن إماما يأتي بعد إسماعيل لأنهم يعتقدون أن إسماعيل حي ولم يمت ولذا فإن الإمامة انتهت عند الإمام السابع فسلسلة الإمامة عندهم تنتهي عند الإمام السابع وهو إسماعيل ابن إمامنا الصادقي صلوات الله عليه هؤلاء الذين يقال لهم الإسماعيليون الواقفون الإسماعيلية الواقفة وهم يسمون أنفسهم تمييزا لهم عن مجموعة إسماعيلية حدثت بعد ذلك يسمون أنفسهم بالإسماعيلية الخالصة فهؤلاء هم الإسماعيلية الخالصة الإسماعيلية الواقفة حرفوا إلى هذا الحد قالوا من أن الإمامة من بعد الإمام الصادقي هو إسماعيل ومن أن إسماعيل لم يمت مع أنهم حضروا مماته وحضروا تجهيزه وحضروا دفنه وأشهدهم الإمام الصادق على ذلك ولكنهم رجعوا فقالوا تلك مسرحية فإن إسماعيل حي هؤلاء هم الإسماعيلية الخالصة هكذا يصفون أنفسهم نقاش دار فيما بين الإسماعيليين وبين أشياع إمامنا الصادقي صلوات الله عليه فيما يرتبط بموت إسماعيل تراجعوا وقالوا إن إسماعيل مات الإمام الصادق استشهد فماذا يصنعون فقالوا إن الإمامة تكون في ولد إسماعيل ولن تكون الإمامة في موسى بن جعفر لأن الإمامة لا تكون في أخوين إلا في الحسن والحسين هذا موضوع يطرح في الثقافة الشيعية في تشخيص الأئمة فسلسلة الإمامة تكون من الإمام الوالد إلى الإمام الولد أخذوا القاعدة هذه وطبقوها هنا كما يريدون أنتم سابقا قلتم من أن إسماعيل إمام ومات هذا الإمام في حياة أبيه وهذا يخالف قواعد سلاسل الإمامة في دين العترة فقالوا من أن الإمامة من بعد إسماعيل هو محمد ابن إسماعيل سأقرأ عليكم رواية إنني أقرأ من كتاب زيد النرسي وهو من أصحاب إمامنا الصادق وهذا الكتاب من أصولنا القديمة من الكتب التي ألفت زمان إمامنا الصادق صلى الله عليه زيد النرسي ينقل عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حيث يقول إن شيطانا إن شيطانا قد ولع بابن إسماعيل يتصور في صورته هذا بعد موته بعد موت إسماعيل لحظوا الفتنة كيف تكون إنها فتنة إبليس إن شيطانا قد ولع بابن إسماعيل يتصور في صورته ليفتن به الناس وإنه وإن الشيطان لا يتصور في صورة نبي ولا وصي نبي فإسماعيل لهو بنبي ولا بوصي نبي لذا فإن الشيطان يتصور بصورته هذا الأمر يجري في اليقظة ويجري في المنام فمن قال لك من الناس إن إسماعيل ابني حي لم يموت فإنما ذلك الشيطان تمثل له في صورة إسماعيل الرواية طويلة لكنني أعتقد أن اللقطة التي أخذتها من الرواية كافية فهناك شيطان يتمثل بصورة إسماعيل يأتي أولئك الذين قالوا بإمامته بعد موته بعد موت إسماعيل قد تقولون لماذا يحدث هذا حددتكم في الحلقة الماضية عن قانون التوفيق والخذلان والذي يتفرع عن قانون البداء ويتفرع عنه قانون الابتلاء هؤلاء هم الذين يريدون هذا كيف أن الإنسان إذا ما قام بعمل صالح أكان على مستوى النية أو كان على مستوى القول أو كان على مستوى العمل وكذلك يرتبط الأمر بما يعتقد الإنسان إذا ما أشبع الإنسان نفسه بعلم ضلال فإن علم الضلال هذا سيقوده إلى ضلال أو أنه يحول فيما بينه وبين الوصول إلى الهدى ومن هنا فإن رسالة إمام زماننا إلينا طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا وهذه حقيقة حقيقة أنا لست بصدد تحليل الوقائع أريد أن أحدثكم عن العقيدة الدرزية وبداية الحكاية من هنا مات إسماعيل وهذا الشيطان يأتي بصورة إسماعيل قطعا لا يأتي بنحو علني أمام جميع الناس وإنما يلتقي ببعض هؤلاء الأشخاص بنحو سري فهذا الشيعي الضال الذي يعتقد بإمامة إسماعيل ها هو يلتقي به ويراه رجلا حيا أمام عينيه وينقل الكلام إلى أصحابه وهم يثقون بكلامه ويأتي شخص آخر ويرى إسماعيل هذا إنه الشيطان هذه الحكاية تذكروها ضعوها في أذهانكم لأنني سأحدثكم عن جهيمان الاعتياب حادثة تستحق الدراسة والدراسة العميقة هذا الكلام سنحتاجه هناك حينما أحدثكم عن جهيمان الاعتياب الشيطان يتصور للإنسان في اليقظة وفي المنام وهذا ما هو بأمر غريب للذين تشبعوا بثقافة العترة الطاهرة هذا الكلام مطروح في ثقافة العترة بنحو جلي وواضح جدا وهذه الرواية دليل على الذي أقوله وقد قرأتها عليكم من كتاب من كتبنا القديمة التي ألفت زمان إمامنا الصادق قرأت الرواية من أصل زيد النرسي ومن الكتاب المطبوع الأصول الستة عشر هذه طبعة دار الحديث قموا المقدس الذين اعتقدوا بوفاته لم يوفقوا للقاء الشيطان هذا الذي يتصور بصورة إسماعيل يبدو أن الذين التقوا به هؤلاء كانوا في قمة الإخلاص لضلالهم ولتيههم ولذا أخذهم الخذلان إنهم هم الذين صنعوا الخذلان لأنفسهم حتى وقعوا في أحضان هذا الشيطان وخيل إليهم أنهم على الحق وأن إسماعيل حي وأنهم هم الذين أدركوا الحقيقة بخلاف الآخرين مجموعة خرجت منهم وقالوا من أن إسماعيل مات ومن أن الإمامة في ولده من بعده في ولده محمد محمد هذا لا نملك نصوصا واضحة عن أنه تبنى فكرة الإمامة هذه التي يتحدث عنها الإسماعيليون من المجموعة الجديدة من الإسماعيليين وبعد ذلك جعلوا الإمامة في ولده عبد الله وسلسلة الإمامة لازالت مستمرة إلى يومنا هذا عند الإسماعيليين الذين تفرقوا فرقا وصاروا مجموعات وتولدت من المجموعات مجموعات الإسماعيليون الذين يعرفون بالبهرة هذه فرقة من فرقهم فرق الإسماعيليين متعددة إن كان هذا عبر التأريخ أو في زماننا ما بقي من فرقهم ومجموعاتهم رجال الكش وهذه الطبعة طبعة مركز نشر آثار العلامة المصطفوي الطبعة الرابعة 2004 ميلادي طهران إيران إذا ما ذهبت بكم إلى صفحة 263 رقم الحديث 478 الرواية عن علي بن جعفر إنه أخو إمامنا الكاظم ومن الهاشميين المخلصين للأئمة للأئمة الأطهار علي بن جعفر صديق من صديقي الهاشميين علي بن جعفر يقول جاءني محمد ابن إسماعيل بن جعفر هذا الذي يقولون عنه من أنه صار إماما من بعد أبيه علي بن جعفر يقول جاءني محمد ابن إسماعيل بن جعفر يسألني أن أسأل أبا الحسن موسى إنه عمه فمحمد أبوه إسماعيل وإسماعيل أخو إمامنا الكاظم ليس أخا شقيقا فهو من أم ثانية إسماعيل هو وعبد الله من أولاد الإمام الصادق كانا شقيقين يسألني أن أسأل أبا الحسن موسى أن يأذن له في الخروج إلى العراق وأن يرضى عنه ويوصيه بوصية قال فتجنبت ما طلبت شيئا من الإمام الكاظم فتجنبت حتى دخل المتوضأ وخرج بعد أن توضأ وهو وقت كان يتهيأ لي أن أخلو به وأكلمه قال فلما خرج قلت له إن ابن أخيك محمد بن إسماعيل يسألك أن تأذن له في الخروج إلى العراق وأن توصيه فأذن له قال فليذهب إذا كان يريد الذهاب إلى العراق فليذهب فأذن له فلما رجع إلى مجلسه لما رجع الإمام الكاظم إلى مجلسه بعد أن أتم وضوءه قام محمد ابن إسماعيل وقال يا عم أحب أن توصيني فماذا قال له الإمام الكاظم فقال أوصيك أن تتق الله في دمي وصية عجيبة أوصيك أن تتق الله في دمي فقال من محمد ابن إسماعيل لعن الله من يسعى في دمك ثم قال يا عم أوصني فقال أوصيك أن تتق الله في دمي قال ثم ناوله أبو الحسن إمامنا الكاظم ناول محمد ابن إسماعيل الذي يريد السفر إلى العراق ثم ناوله أبو الحسن صرة فيها مئة وخمسون دينار وهذا مال كثير في ذلك الزمان فقبضها محمد ثم ناوله أخرى فيها مئة وخمسون دينار فقبضها ثم أعطاه سرة أخرى فيها مئة وخمسون دينار فقبضها ثم أمر له بألف وخمسمائة درهام كانت عنده كانت عنده إمامنا الكاظم صلوات الله عليه فقلت له في ذلك واستكثرته قال قال للإمام لقد أعطيته كثيرا فقال هذا ليكون أوكد لحجتي إذا قطعني قطع رحمي ووصلته قال وقد جاء من سفر بعيد من المدينة إلى بغداد فلما ورد حضرة هارون أتى باب هارون بثياب طريقه قبل أن ينزل قبل أن ينزل في منزل من المنازل مباشرة جاء واستأذن على هارون وقال للحاجبي قل لأمير المؤمنين أن محمد ابن إسماعيل ابن جعفر ابن محمد بالباب فقال الحاجب أنزل أولا اذهب للراحة اذهب إلى منزل من المنازل واسترح أنزل أولا وغير ثياب طريقك وعد لأدخلك إليه بغير أذن فقد نام أمير المؤمنين في هذا الوقت فقال أعلم أمير المؤمنين أني حضرت ولم تأذن لي فدخل الحاجب وأعلم هارون قول محمد بن إسماعيل فأمر بدخوله فدخل وقال يا أمير المؤمنين خليفتان في الأرض خليفتان في الأرض موسى بن جعفر بالمدينة يجبى له الخراج وأنت بالعراق يجبى لك الخراج فقال والله هارون يقول لمحمد فقال والله فقال والله قال فأمر له بمئة ألف درهم فلما قبضها وحمل إلى منزله إما حمل المال إلى منزله أو حمل إلى منزله نقلوه بوسائل النقل المتوفرة إلى المكان الذي سيستقر فيه في بغداد أخذته الذبحة في جوف ليلته فمات وحول من الغد المال الذي حمل إليه أرجعوه إلى إلى الخليفة محمد ابن إسماعيل وهد حكاية محمد ابن إسماعيل هي هذه عندنا لم يعلم أنه ادعى الإمامة ولكن الإسماعيليين قالوا من أن الإمامة من بعد إسماعيل انتقلت إليه تحريف وتحريف وأكاذيب تلحظون في البداية ادعوا الإمامة لإسماعيل توفي إسماعيل فقالوا إنه حي يرزق ثم رجع بعض منهم فقالوا إنه مات الإمام من بعده هو محمد محمد ابنه محمد هذا حاله ليس عندنا من معطيات تخبرنا في مصادرنا لا شأن لي بأكاذيب الإسماعيليين لكنكم تصوروا معي كيف تجري الأمور وكيف يتحرك إبليس وكيف يصنع التحريف بعد التحريف طبقات طبقات بعدها طبقات من التحريف نذهب إلى فاصل ما هي عقيدة الدروز وما علاقة هذا بالذي بينته الإسماعيليون بعد ذلك صنعوا تنظيما دقيقا وأعد شبكة واسعة من الدعاة والمبلغين المنظومة الإسماعيلية منظومة معقدة جدا في تنظيمها وعقائدها وأنا لا أريد أن أحدثكم عن المنظومة الإسماعيلية لكنني تسلسلت في الحديث لأن العقيدة الدرزية نشأت في أحضان الإسماعيليين الإسماعيليون أنفسهم مروا بطبقات من التحريف ومن تحريف إلى تحريف حتى استطاعوا أن ينشئوا الدولة الإسماعيلية التي تعرف بالدولة الفاطمية هذه دولة تبتني على فكر كافر نحن مضحوك علينا من قبل عمائم النجف وكربلاء حيث يدافعون عن الدولة الفاطمية هذه دولة فكرها كافر بحسب دين العترة الطاهرة لا شأن لي بما تقوله سقيفة بني ساعدة ولا شأن لي بما تقوله سقيفة بني طوسي العترة الطاهرة بحسب موازينها فإن الإسماعيليين كفار 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 من أنكر إماما من الأئمة من سلاسل الإمامة من أنكر إماما واحدا أو أضاف إماما واحدا فكأنما أنكرهم جميعا كفر بهم جميعا هذا أصل ثابت في دين العترة الطاهرة وهؤلاء عبثوا عبثا عظيما في هذا الموضوع وجاءوا بدين باطني لا علاقة له بدين محمد صلى الله عليه وآله سنة 297 للهجرة عبد الله المهدي بالله والذي يصطلحون عليه الإمام المهدي عندهم الخليفة الفاطمي الرسمي الأول للدولة الإسماعيلية الفاطمية في شمال أفريقيا أعلنت إمامته وأعلنت إمرته للمؤمنين وأعلنت خلافته وأعلنت مهدويته سنة 297 في شمال أفريقيا إنه الخليفة عبد الله وهذا اسم من أسمائه له العديد من الأسماء لكنه اشتهر بهذا الاسم الخليفة عبد الله المهدي بالله ثم بعد موته جاء ولده وهكذا تسلسلت في الأولاد والأحفاد إلى أن وصلت إلى الخليفة السادس الخليفة السادس هو أبو علي المنصور والذي لقب بالحاكم بأمر الله الفاطمي أبو علي المنصور إنه الخليفة السادس من خلفاء الدولة الإسماعيلية الفاطمية من أحفاد المهدي من أحفاد الخليفة عبد الله المهدي بالله تولى الخلافة سنة 386 مات مات أبوه وصار خليفة من بعد أبيه كان في السنة الحادية بعد العاشرة من العمر عمره 11 سنة وصار خليفة قطعاً قطعاً لن يستطيع أن يدير أمور البلاد فعبث به وعبث بالبلاد الذين كانوا يتولون أمره أيام أبيه كهذا العبد الخصي برجوان كان مكلفاً من قبل أبيه لرعاية شؤونه صار حاكماً هو الذي عبث بالبلاد وصار يحكم على البلاد وعلى الخليفة بعد أن اشتد عود الحاكم بأمر الله دبر له مكيدة قتل و قتل الحاكم بأمر الله برجوان هذا وبدأت عمليات القتل المؤامرات الوسخة في قصور الخلفاء الفاطميين كانت أوسخة من المؤامرات في قصور الخلفاء العباسيين الحاكم بأمر الله هذا سفك الكثير من الدماء من دماء أتباعه ومن دماء أعدائه أنا لست بصدد الحديث عن تأريخ هذا الخليفة هذا الخليفة مسخرة بتمام معنى الكلمة مثل ما ذكرت في العنوان لعبة إبليس في التحريف الديني والتزييف العقائدي حولت الدين إلى مهزلة وجعلت من المتدينين به مسخرة وهذا ينطبق على الدروز وعلى غيرهم من الفرق الباطنية وحتى من غير الفرق الباطنية الحاكم بأمر الله هذا الرجل لم يكن طبيعيا مرادي لم يكن طبيعيا لم يكن مستقيم العقل إذا درسنا تعريخه ودرسنا تصرفاته وأحواله لم يكن مستقيم العقل إلا أن يقول قائل بأن ما نقل عنه أكاذيب إنها أكاذيب أعدائه هذا الإحتمال وارد عقلا لكن الإسماعيليين لا ينكرون هذا ربما ينكرون بعض الوقائع لكن لكن الوقائع الغريبة التي نقلت في كتب التأريخ عن الخليفة هذا لا يمكن أن تصدر من إنسان طبيعي فهذا فهذا الرجل إما عنده لوثة في عقله إما هو مصاب بأمراض نفسية معقدة إما وإما وإما وآخر أمره نحن لا نعرف عاقبته خرج في نزهة لوحده في سنواته الأخيرة هكذا أخذ يفعل يخرج على حمار من دون حماية من دون جند من دون موكب يخرج على حمار ولا يضع عليه شيئا ربما يضع عليه شيئا متواضعا هذا الذي يقال له برذعة الحمار فحماره ليس مزينا حمار متواضع وقد أطلق شعره بشكل فوضوي أطلق شعر رأسه وشعر لحيته من دون تزيين أو قص أو تصفيف وأخذ يلبس ثياب الصوف ويخرج على وجهه يتجول في الأسواق وفي الكثير من الأحيان كان يخرج إلى منطقة المقطة إلى تلال المقطة إلى جبل المقطة منطقة معروفة تجاور القاهرة سنة أربعمية وإهدعاش خرج الحاكم بأمر الله إلى المقطم في نزة شخصية بثيابه المتواضعة وعلى حماره العاري ولم يكن معه من يرافقه الرجل خرج ولم يعود ذهب مع الريح كما يقولون خرج ولم يعود فخرجت الحكومة والمنظومة الإسماعيلية لاهثة تبحث عن الحاكم بأمر الله عن أبي علي المنصور بحثوا وبحثوا وبحثوا وما وجدوا أثرا والمنطقة ما هي بكبيرة جدا والأمكنة التي كان يقصدها معروفة عندهم لم يجدوا عينا ولم يجدوا أثرا لقد اختفى الحاكم بأمر الله وهنا نشأت عقيدة عند بعض الإسماعيليين من أنه هذا هو المهدي القائم في آخر الزمان فبعض الإسماعيليين إلى يومنا هذا يعتقدون بهذه العقيدة وينتظرون مهديهم الذي هو الحاكم بأمر الله الفاطمي ذلك الخليفة المجنون والمقبول الخليفة المعتوه بعد أيام من البحث والمراقبة في منطقة المقطم وإذا بحمار الحاكم بأمر الله قد خرج من بين تلك الأحجار وماذا عليه وعليه ثياب الحاكم بأمر الله وقد مزقت بخنجار لقد لقد قتل الحاكم بأمر الله من الذي قتله هناك من قال أنه وقد قتلوا للحاكم بأمر الله أعداء وأعداءه استغلوا فرصة وجوده لوحده فقتلوا ولكن ولكن أين جثته أعداءه ماذا يصنعون بجثته ثم أين كان الحمار مختفيا ثم لماذا نزعوا ثياب الحاكم ووضعوها على ظهر الحمار كلام ليس منطقيا وقال قوم بأن أخته غير الشقيقة ست الملك هي التي قتلته لأنها كانت خائفة من أن يقتلها لماذا يقتلها لأنها قد هيمنت على أموال البلاد والعباد كانت ثرية جدا وكانت تتحكم بشؤون الدولة وبشؤون السياسة فتأذى أخوها منها هكذا هم يقولون فكانت تخاف أن يقتلها فبادرت إلى قتله استعانت بقوم من أتباعها فقتلوا ولكن لماذا بهذه الطريقة أين جثته لماذا كان الحمار مختفيا هذه الأسئلة أنا الذي أطرحها لأن القرائن عندي بالنسبة لي لا شأن لي بالآخرين وماذا يقولون لأن القرائن عندي وهذه قرينة من القرائن بالمناسبة هذا قتل طقوسي هذه طقوس شيطانية في القتل الحمار اختفى ثم خرج بعد مدة وعليه ثياب والثياب عليها آثار الطعن بالخناجر الجثة لا أثر لها مطلقا بحثوا عنها كثيرا فما وجدوا لها أثرا كل القرائن بالنسبة لي تخبرني أن الذي خطط لقتله حمزة ابن علي الزوزني ولا أستبعد أنه قام بنفسه بقتله وأخفى جثته بطريقة ذكية جدا لماذا؟ لأنه انتفع كثيرا من عملية اختفاء الخليفة هذا الذي كله غموض انتفع من هذا في تأسيس عقيدته ونشر عقيدته الدرزية أتعلمون أن الدروز يعتقدون أن الحاكم بأمر الله الفاطم هو الله هذه عقيدته الذي ضل لهم ووضعهم في هذا المأزق هو هذا اللعين حمزة ابن علي الزوزني بدت الحكاية هكذا هناك شخص هو الحسن ابن حيدرة الأخرم فارسي هذا جاء من إيران والتحق بالمنظومة الإسماعيلية في مصر الحسن ابن حيدرة الأخرم سنة أربعمية وثمانية وفي بداياتها وربما في شهر محرم في بداياتها أعلن أعلن من أن الحاكم بأمر الله الفاطم هو الله فإن الله تجلى فيه وبدأ ينشر عقيدة هذه العقيدة لها جذور في العقائد الإسماعيلية ولها جذور في الفلسفة الفيثاغورية الفيلسوف اليوناني في ثاغورس والذي يذكر عادة في الكتب المدرسية في الرياضيات هذا فيلسوف باطني وفلسفته الباطنية عميقة جدا ولذا فإن الفرق الباطنية بأجمعها في أجواء المسلمين وفي أجواء غيرهم أخذوا من فلسفته ملامح الفلسفة الفيثاغورية واضحة عند النصيريين في عقائدهم وواضحة عند الدروس في العقيدة الدرسية لو كان المقام لتفصيل هذا الأمر لجئتكم بالنصوص العقائدية في فلسفتي في ثاغورس اليوناني وقرأت عليكم ماذا قال النصيريون في عقائدهم وماذا قال الدرزيون في عقائدهم أيضا ومن كتبه بغض النظر عن هذا الحسن ابن حيدرة الأخرم بدأ يطرح ما يطرح من العقيدة الدرسية في بداية سنة أربعمية وثمانية قطعا قطعا المنظومة الإسماعيلية لم تكن راضية وواجهته وردت عليه الدعاة الإسماعيليون رفضوا هذا الطرح من أن الله تجلى في الخليفة الفاطمة الإسماعيليون يعتقدون أن الخليفة الفاطمة إمام معصوم فهم لا يعتقدون في أن الخليفة الفاطمة هو الله ومن أن الله تجلى فيه بحسب ما يقول الأخرم هذا المنظومة الدينية التبلغية الثقافية الإسماعيلية وقفت في وجه الأخرم مع أن الأخرم وجد أتباعا ووجد لصوته وكلامه هذا الكثير ممن يستمعون إليه لكنهم وقفوا في وجهه وفي ظروف غامضة وجدوه مقتولا في شهر رمضان من السنة نفسها في بدايات السنة أربعمية وثمانية للهجرة وذكرت لكم قبل قليل خلافة الحاكم بأمر الله الفاطم بدأت سنة ثلاثمية وستة وثمانين لكن العقيدة هذه ظهرت في هذه السنة يعني منذ ثلاثمية وستة وثمانين إلى سنة أربعمية وسبعة لا يوجد أثر للعقيدة الدرزية لعقيدة الأخرم هذا والتي صارت عقيدة للدروز بعد ذلك وجدوه مقتولا قطعا الذين دبروا قتله المنظومة التبلغية والدينية للإسماعيليين وهم متخصصون في عمليات الإغتيال السري متخصصون جدا ولقد دبروا المكائد بعد المكائد من هنا قلت لكم قبل قليل من أن المؤامرات في القصور الفاطمية في مصر في القاهرة هي أبشع وأفضع وأقبح بكثير من المؤامرات في القصور العباسية في بغداد سكت هذا الصوت والذين اعتقدوا بهذه العقيدة بدأوا يتناقلونها بهدوء إلى سنة أربعمية وعشرة بدأ محمد ابن إسماعيل الدرزي يعيد الكلام نفسه ومحمد ابن إسماعيل الدرزي كان تلميذا عند حمزة ابن علي الزوزني وحمزة هذا كان صاحبا وصديقا ورفيقا للحسني ابن حيدرة الأخرم هناك ترابط بين هذه الأسماء الحسن الأخرم هو أول من طرح العقيدة الدرزية لكنه قتل وهدأت الأصوات ارتفع الصوت من محمد ابن إسماعيل الدرزي حمزة ابن علي الزوزني كان يعمل على نشر هذه الدعوة ولكن في الخفاء فلما أعلنها محمد ابن إسماعيل الدرزي لعنه وتبرأ منه حسدا حسدا لأنه خاف من محمد ابن إسماعيل أن يتسيد الأمر ولذا عزله وهذا أمر في الفرق الباطنية الذي يتسيد الفرقة الباطنية ينسب إلى نفسه كل شيء وهذا ما فعله حمزة الزوزني وينسب إلى أعدائه كل شيء بنحو مناقض والكلام كله أكاذيب الذي ينسبه إلى نفسه أكاذيب والذي ينسبه إلى أعدائه أكاذيب لأن الفرق الباطنية قائمة على الأكاذيب أساس الفرق الباطنية هي الفرقة السبائية التي نشأت أيام أمير المؤمنين بداياتها في أيام خلافته في الكوفة ولكنها توسعت بعد مقتله واستشهاده صلوات الله عليه ثم انطوت شيئا فشيئا لكنها عادت أعادها الشيطان في الفرقة الخطابية زمن الإمام الصادق الفرقة الخطابية هي الوريث الحقيقي للفرقة السبائية فإذا كان هناك من سبائية بقيت مستمرة في التأريخ إنها عبر الخطابيين الفرقة الإسماعيلية هي خطابية مخففة أما الدروز فإنهم ذهبوا في اتجاه بعيد جدا شكلوا عقيدة جديدة خرجوا من حدود العقيدة الإسماعيلية الإسماعيليون أساسا خرجوا من حدود العقيدة الإسماعيلية الأولى التي قالت بمهدوية إسماعيل وبقائه حيا الدروز خرجوا من حدود دين العترة وخرجوا من حدود الإسماعيلية الأولى الإسماعيلية الواقفة وخرجوا من حدود الإسماعيلية التي كانوا جزءا منها إنها الإسماعيلية التي أنشأت الدولة الفاطمية في شمال أفريقيا والتي انتقلت بعد ذلك إلى مصر انتقلت انتقلت عاصمتها وإلا فإن سلطانها بقي مبسوطا على شمال أفريقيا إذن الدروز فرقة لا علاقة لها لا بالإسلام ولا بالشيعة ولا بالإسماعيل من الجانب العقائدي صحيح أن أصولهم إسماعيلية لكنهم بحسب العقيدة الدرزية التي يعتقدون بها الآن لا هم من المسلمين بالعنوان العام الذين هم أهل القبلة فهم يرفضون الإسلام جملة وتفصيل ولا هم على دين العترة الطاهرة فهم يرفضون دين العترة الطاهرة ولا هم على الإسماعيلية القديمة الإسماعيلية الأولى والتي خرجت من دين العترة وهي إسماعيلية كافرة لأنهم جعلوا الإمامة لإسماعيل من بعد إمامنا الصادق وقطعوا سلسلة الإمامة ولا هم كذلك على عقيدة الإسماعيليين الذين كانوا جزءا منهم إذن الأخرم طرح هذه العقيدة وقتل تبناها من بعده صاحبه ورفيقه حمزة ابن علي الزوزني لكن محمد ابن إسماعيل الدرزي أراد أن يسبقه فطرح الكلام فنبذ محمد ابن إسماعيل الدرزي وقتل في ظروف غامضة هذا الأمر تجدونه على طول تأريخ الإسماعيليين هناك قتل في ظروف غامضة الحاكم بأمر الله الفاطم هو نفسه قتل في ظروف غامضة ولم يعثر أحد على جثته وإنما عثروا على ثيابه وقد مزقت بالخناجر ووضعوها على ظهر حماره العاري حكايات معقدة نذهب إلى فاصل سؤال يطرح نفسه هل أن الحاكم بأمر الله الفاطمي كان كان متفقاً مع هؤلاء فيما يرتبط بنشرهم لهذه العقيدة الجديدة يمكن أن يكون ذلك هم يدعون هذا ويمكن أن يكون ذلك وهناك قرينة قد تساعد على هذا لم يقضي عليهم بإمكانه أن يقضي عليهم وبحسب سليقته فإن أمراً كهذا لو كان رافضاً له لبادر للقضاء عليهم ولقتله وربما فإن مقتل الأخرم بأمر من وربما فإن مقتل الدرز بأمر من نحن لا نعرف هذه التفاصيل الظروف غامضة المنظومة الإسماعيلية غامضة تأريخها غامض الحاكم بأمر الله الفاطم بحسب المعطيات هو الذي أرسل إلى حميد الدين الكرماني وهو من متكلمي وفلاسفة الإسماعيليين في العراق فأرسل إليه يأمره بالقدوم إلى القاهرة إلى مصر ولما جاء كلفه بمواجهة هذه العقيدة الجديدة وفعلا فإن حميد الدين الكرماني ألف كتبا ودرس ودخل في نقاش وجدل مع هؤلاء واستطاع أن يكبح جماحهم وكل هذا كان بأمر وتدبير من الحاكم والذي يقوي هذا الاحتمال ما ذكرته لكم من القرائن التي تشير إلى أن حمزة الزوزن هو الذي قتل الحاكم بأمر الله الفاطم هناك قرائن تشير إلى ذلك ليس مهما عندنا أكان الحاكم متفقا مع هؤلاء في نشر هذه العقيدة الجديدة وما كان يظهره من مخالفة لأجل أن يتماشى مع المنظومة الإسماعيلية التي تحيط به أو أنه فعلا كان يرفض ذلك كل هذا ليس مهما لأن المشكلة بالنسبة لنا ليست في الحاكم بأمر الله الفاطم أتحدث عن المشكلة البحثية والعلمية أتحدث عن المشكلة في الإجابة على سؤال السائلين عن العقيدة الدرزية وإلا فليس لي من مشكلة مع الدروز ولا مع غيره أنني أتحدث عن مشكلة بعثية عن مشكلة علمية في البحث في التحقيق في الإجابة على هذا السؤال أو ذاك مشكلتنا ليست مع الحاكم بأمر الله الفاطم قتل وانتهى أمره وكان شابا حينما قتل كان في السنة السادسة والثلاثين من عمره كما بيّنت لكم قبل قليل إنه صار خليفة وهو في السنة الحادية بعد العاشرة من عمره فاستمرت خلافته من سنة 386 للهجرة إلى سنة 411 للهجرة وتحديدا في اليوم السابع والعشرين من شهر شوال خرج كعادته من قصره إلى المقطم في القاهرة واختفى وذهب الرجل ولم يعد قتله حمزة الزوزاني هذا الشيطان الكبير الشخصية المقدسة الأولى عند الدروس من الذي قدسه هو قدس نفسه بنفسه وهو الذي انتخب بقية الأشخاص الذين حدثتكم عنهم قبل قليل وأنا أشرح لكم رمزية الألوان في العلم الدرزي نائبه في العقيدة الدرزية صهره إنه إنه إسماعيل بن محمد التميم وضع ألقابا ومقامات حكاية الفرق الباطنية حكاية الخطابيين القدماء وهي هي حكاية الخطابيين الجدد حمزة الزوزن هذا وضع لهم عقيدة هي هي عقيدة الأخرام لكنه فرع فيها وأضاف ما أضاف إليها العقيدة الدرزية وهي عقيدة حمزة الزوزن هذا من أن العالم هذا له أدوار وأكوار الأدوار هي المراحل التي يتجلى فيها الله بصورة إنسان والأكوار هي المراحل التي لا يتجلى الله فيها بصورة إنسان فهناك أدوار وهناك أكوار ويقولون معتقدين من أن عدد الأدوار في هذا العالم تصل إلى 72 دورا في كل دور من الأدوار يظهر الله ظهورا حسيا ظهورا ماديا في مخلوق بشريا يكون مشخصا للمعتقدين بتوحيد الله بالتوحيد الخالص في زمن الحاكم بأمر الله الفاطم وإلى يومنا هذا وإلى يوم رجعة حمزة الزوزن لأنه سيعود مهازل الخطابيين مهازل النصيريين مهازل البائيين إنها مهازل الفرق الباطنية هي هي فنحن في الدور الثاني والسبعين في آخر دور من أدوار هذا العالم أدوار العالم 72 دورا نحن منذ زمان الحاكم بأمر الله الفاطم الذي بدأت خلافته سنة 386 للهجرة نحن دخلنا في الدور الأخير في الدور الثاني وسبعين في هذا الدور تجلى الله في شخص الحاكم بأمر الله الفاطم التوحيد يقتضي أننا نعبد هذا الحاكم أننا نؤله هذا الحاكم ولذلك يقولون نحن موحدون هذا هو توحيده هذا هو توحيده هكذا يبنون الفكرة الكلية والأساسية لعقيدتهم من أن التوحيد سر ليس أمرا علنية ولا يستطيع الإنسان أن يصل إليه بسهولة عليه وعليه أن يجاهد وأن يجاهد وأن يجاهد حتى يصل إلى معرفة هذا السر ومن أن الله خلقنا لغاية ما هي الغاية من خلقتنا أن نبحث وأن نطيل البحث وأن نجاهد وأن نعمل حتى نصل إلى سر التوحيد الذي هو هذا من أن الله في كل دور من أدوار الوجود يظهر في مخلوق بشري وعلى أهل ذلك الدور أن يعبد ذلك المخلوق البشري في دور هذا تجلى الله في الحاكم بأمر الله الفاطم ولما اختفى دخلنا في مرحلة الكور فهناك أدوار وهناك أكوار وبعد كل دور يأتي كور مرحلة الكور الله سبحانه وتعالى يختفي يختفي عن الظهور الحسي وفي مرحلة الدور فإن الله يظهر بنحو حسي في مخلوق بشري ولذا فهم يعتقدون من أن الحاكم بأمر الله الفاطم ليس له آب وليس له أولاد وليس له أهل هذا هو الله الله ظهر في هذا مع أن التأريخ هو هاضع أبو الحاكم بأمر الله الفاطم معروف وولده معروف ولده صار خليفة من بعده الذين يتهمون ستة الملك التي هي أخت الحاكم بأمر الله الفاطم يتهمونها بقتله ومن أنها هي التي رتبت مكيدة قتله بعد أن اختفى وقتل الحاكم بأمر الله الفاطم أخته أخته هي التي سعت بكل جهدها أن جعلت ولده علي من بعده الخليفة الفاطم وفي الحقيقة كانت هي الخليفة لكنها ماتت بعد سنتين وموتها أيضا كان في ظروف غامضة من الذي قتلها هل قتلها ابن أخيها الظروف الغامضة وسفك الدماء أمر واضح في التأريخ الإسماعيلي منذ بداية نشأتهم وفي كل مراحلهم التأريخية ولا زال الإسماعيليون يعيشون في غموط قد يظهرون وجها للناس لكنهم في كواليس مسرحهم هناك غموض وغموض وغموض قاتل إذن بحسب العقيدة الدرزية فإن الله يتجلى في مخلوق بشري في تلك المرحلة تجلى في الحاكم بأمر الله الفاطم وهنا فإنه يحتاج للتواصل مع مخلوقاته إلى خمسة حدود الحد الأول والأعلى والأعظم والأشرف وكل الأمر إليه هو حمزة هو حمزة ابن علي الزوزني والذي يقال عنه قائم الزمان ولي الزمان إنه هادي المستجيبين هادي المستجيبين لدعوة التوحيد هذا إنه العقل والعقل الكل كل المنازل كل المراتب وهو المسيح في القرآن المسيح في القرآن هو حمزة وسلمان الفارس سلمان المحمد هو حمزة لأنهم يعتقدون أن سلمان هو الذي يعلم محمدا صلى الله عليه وآله ومن أن القرآن تعلمه محمد صلى الله عليه وآله من سلمان الفارس ويقولون من أن سلمان الفارس هو حمزة الزوزني ظهر في زمان محمد بصورة سلمان وهو المسيح أما عيسى المسيح فهذا هو المسيخ هذا هو الدجال لأن الدروز يعتقدون بأن الأنبياء عجول ويسمون محمدا صلى الله عليه وآله بعجل العجول يرفضون الديانات كلها على الإطلاق هذا هو مرض الفرق الباطنية فرئيس الفرقة الباطنية يبقى يجمع كل شيء له إن كان قادرا على أن يجمع الأمور المادية فإنه يجمعها أو كان قادرا أن يجمع الأمور المعنوية المكذوبة إدعاء فإنه يدعيها ويضحك على أتباعه ثم بعد ذلك يختار أشخاص كي يسبغ عليهم أوصافا وألقابا وهذا ما فعله حمزة الزوزني فاختار صهره إسماعيل التميم فقال هذا هو النفس الكلي فحمزة العقل الكلي هذه مصطلحات فلسفية يمكننا أن نجد لها آثارا في بعض الأحاديث والروايات لكنها في الأصل مصطلحات فلسفية وقديمة قديمة جدا وهي من المصطلحات الشائعة عند الصوفيين والعرفانيين أيضا ولا أريد الخوض في هذه التفاصيل لأن الفرق الباطنية تلتقي مع الصوفيين والعرفانيين في كثير من الأمور على المستوى النظري على المستوى الاصطلاحي على المستوى الفكري فاختار إسماعيل صهره وجعله النفس الكلية وجعله صفوة المستجبين وجعله وكيله في الدين فصار نائبا عن حمزة الزوزن في أمور الدين ثم جاء إلى محمد بن وحد القرش هذا هو الكلمة أعطاه عنوان الكلمة وأعطاه ما أعطاه من المنازل والمقامات ثم ذهبنا بعد ذلك بحسب الزوزن إلى الجناح الأيمن إلى السابق وهو سلامة ابن عبد الوهاب السامري وإلى آخر الحدود وهو الجناح الأيسر وهو التالي وهو علي ابن أحمد الطائي السموقي ويسمونه بالضيف أيضا وهذا فعلا هو الذي كتب أكثر الرسائل في كتابهم المقدس الذي يعرف برسائل الحكمة الكتاب المقدس عند الدروس ما هو القرآن ولا هو الإنجيل ولا هو التوراة وإنما ينتفعون من القرآن ومن الإنجيل والتوراة إذا كان فيها من شيء يتوافق بحسب تفسيرهم للقرآن إذا كان هناك من شيء يتوافق مع عقائد حمزة الزوزن فإنهم يأخذون ذلك من القرآن وإذا ما دققنا النظر في رسائل الحكمة فإنهم لا ينقلون نصوص الآيات بالدقة الوقت يجري سريعا وإلا لقرأت عليكم كتابهم المقدس هو هذا بين يدي هذه الأجزاء الثلاثة كتاب الدروز المقدس رسائل الحكمة ما هو بكتاب نازل من السماء هذه رسائل كتب بعضها حمزة الزوزن وكتب بعضها إسماعيل التميم وكتب أكثرها علي ابن أحمد السموق الطائي أكثر الرسائل كتبها التالي الجناح العيسر حكايتهم طويلة ومعقدة يبدو أن حلقة واحدة لا تكفي هناك كلام كثير يرتبط بتفاصيل عقيدتهم ألا تلاحظون أن إبليس يطبق برنامجه بدقة وبدقة متناهية أتعلمون في وقتنا الحاضر الدروز يقسمون أنفسهم بحسب مؤسستهم الدينية إلى مجموعتين إلى مجموعة العقال ومجموعة الجهال العقال هم رجال الدين والجهال هم بقية الدروز فالدروز في أيامنا عقال وجهال والجهال لا حق لهم في معرفة أسرار الدين هناك برنامج معقد في أجوائهم الدينية بقية التفاصيل سنأتي عليها في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى